بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد من دروس الرياضيات واحد واحد في سنة الأولى المشتركة في نظام المسارات اليوم إن شاء الله سأكون عندنا موضوع استكمال الموضوع السابق اليوم إن شاء الله سأكون عندنا موضوع الأعمدة والمسافة أنا صالح شميمري ويساعدني في لغة الإشارة الأستاذ بدر الحموج مشكورا تعالوا نشوف هذا الموضوع وعلاقته بالموضوع السابق نحن أخذنا في الموضوع السابق معمل الهندسة وكيف كنا نجيب معادلة العمودة المنصف بناء على بناء على نقطة وبناء على مستقيم عمودي على هذا المستقيم اليوم إن شاء الله سأكون مشابه لهذا الدرس ولكن بشكل أكثر تفصيلا إذن الأعمدة والمسافة عندي تعلمنا سابقا كيف أكتب معادلة مستقيم عرفت معلومات حول تمثيله البياني والآن إن شاء الله سنجد البعد بين نقطة ومستقيم وأجد البعد بين مستقيمين ومتوازيين مفرداتي المسافة العمودية اللي هي perpendicular distance والبعد بين نقطة ومستقيم distance from a point to a line البحث الهندسي لوكس ومتساوي البعد هو equidistance طبعا لماذا الخيط الشاقولي عبارة عن خيط مربوط في أحد طرفيه ثقل معدني وتلاحظ أن هنا ثقل معدني وهنا ثقل معدني هذا هو الخيط الشاقولي وبالتالي عندما يعلق الخيط من الطرف الآخر يتأرجح الشاقول تأرجحا حرا ثم يسكن بحيث يكون تحت نقطة التعليق مباشرة وهذا الخيط الشاقولي له عدة استعمالات من بمنها استعمالاته عند البناء لكي يكون عندنا إنشاء خط رأسي بين بعدين وبالتالي أيضا يستخدم في لصق ورقة الجدران لكي يتساوى عندي الرسومات إذن البعد بين نقطة ومستقيم يمثل طور الخيط الشاقولي أقصر مسافة بين نقطة التعليق اللي فوق أو اللي في الأعلى إلى الأسفل أو مستوى الأرض اللي عندي وبالتالي المسافة العمودية بين نقطة ومستقيم هي أقصر مسافة في جميع الحالات وهي تمثل البعد بين نقطة ومستقيم سنأخذ إن شاء الله الآن مفاهيم جديدة علينا لكي نعرف العلاقة بين العمود المستقيم العمودي وأقصر نقطة بين هذا المستقيم إذن البعد بين نقطة ومستقيم البعد بين نقطة ومستقيم لا تقع عليه لو يحضم معي البعد بين نقطة ومستقيم اللي عندي هنا لا تقع علي هذا المستقيم الذي لا يقع علي وهذه هي النقطة البعد بين النقطة والمستقيم لا تقع علي هو طول القطع المستقيم العامودية من تلك النقطة على ذلك المستقيم إذن من تلك النقطة على ذلك المستقيم وتسمى هذه البعد بين النقطة C والمستقيم AB هذا هو المستقيم AB وهذه النقطة C إذن البعد بينهما هو A-B وهي البعد بين نقطة ومستقيم طيب كيف رح يكون عندنا إنشاء عامود أو مستقيم عامودي على مستقيم المعلوم عند إنشاء أو إن إنشاء مستقيم عامودي على مستقيم معلوم من نقطة لا تقع عليه يبين أنه يوجد مستقيم واحد فقط لاحظ معي هنا في عندي مستقيم واحد يمر بتلك النقطة ويكون عامودياً على ذلك المستقيم ومن هذا المنطلق كيف ننشئ هندسيا عامودي على مستقيم من نقطة لا تقع عليه الخطوة الأولى طبعا هذا هو المستقيم اللي في الأسفل وهذه هي النقطة اللي موجودة عندي اللي هي في رأس الفرجار طبعا نضع الفرجار عند النقطة P اللي هي النقطة هنا بعد ذلك نرسم قوسا يقطع المستقيم K هذا المستقيم K واللحظة القوس يقطعه هنا ممتاز نرسم قوسا يقطع المستقيم K في موقعين مختلفين ولنفرض أن هذه النقطة هي D والنقطة الأخرى هي C بعد ذلك نأتي برأس الفرجار ونضع الرأس الآخر مرة عند النقطة D ومرة عند النقطة C وننشئ أيضا رسمة أخرى أو ننشئ تقاطع يكون أكبر من نصف المستقيم CD ننشئ فتحة تكون أكبر من نصف المستقيم CD إذن هذه الفتحة الموجودة عندي تكون أكبر من نصف المستقيم CD وباستعمال فتحة الفرجار لما أجي أحط الرأس عند النقطة D والرأس عند النقطة C يكون عندي التقاطع في هذه المنطقة بعد ذلك رح يكون عندنا نرسم خط مستقيم واصل بين النقطة B وبين التقاطعات التي قبل قليلا رسمناهم من النقطة D ومن النقطة C ومن النقطة C وبكذا نكون رسمنا مستقيم عمودي على المستقيم الموجود عندي اللي هو CD عندي مسلمة مهمة تنص المسلمة الآتي على أن المستقيم العمودي على المستقيم المعلوم من نقطة لا تقاطع عليه هو مستقيم واحد فقط وحيد إذن هذه مسلمة تقبل بدون إثبات التعبير اللفظي لأي مستقيم ونقطة لا تقاطع عليه وتلاحظ أن نقطة P والمستقيم هو M لأي مستقيم M ونقطة لا تقاطع عليه ولتكن B يوجد مستقيم واحد فقط يمر بالنقطة P ويكون عموديا على ذلك المستقيم المعلوم اللي هو M يعني مستحيل يكون في عندي مستقيمين يمران بالنقطة P ويكون عموديا على ذلك المستقيم مستحيل لابد أن يكون مستقيم واحد إذا لازم يكون مستقيم واحد فقط هذه هي المسلمة مستقيم واحد فقط تعالوا نشوف مثال واحد من واقع الحياة إنشاء أقصر قطعة مستقيمة بين نقطة ومستقيم طبعا هنا في الهندسة المدنية لاحظ مهندس مدني أن جزء من ساحة حديقة عامة تتجمع عنده المياه ويريد أن يضع هذا المهندس أمبوبة للتصريف أرضيا طبعا من النقطة A هذه النقطة A مرسومة عندي وسط هذه المنطقة إلى خط التصريف الممثل بالمستقيم M هذا خط التصريف يعني يبغى إيش؟ يبغى مستقيم عامودي على هذا المستقيم أو مستقيم يمر بين النقطة A ويكون عاموديا على المستقيم M لاحظ معي وسط هذه المنطقة خط التصريف الرئيس الممثل بالمستقيم M أنشئ قطعة المستقيمة التي يمثل طولها أقصر أمبوب يربط خط التصريف الرئيس بالنقطة A يعني كأني أرسم إيش؟ كأني أرسم مستقيم عامودي يعني يمر بالنقطة A ويكون عاموديا على المستقيم M كيف رح أرسم هنا باستخدام الفرجار؟ أول حاجة رح أضع رأس الفرجار على النقطة A زي ما ذكرنا سابقا بعد ذلك رح أنشئ قوسا أو نقاط تقطع المستقيم M ولتكن نقطة هنا C والنقطة الأخرى هي B وبالتالي صار عندي نقطتين لتقاطع فتحت الفرجار بين المستقيم M ولتكن C ولتكن B بعد ذلك رح أأتي برأس الفرجار وأضعه عند النقطة C وأضعه عند النقطة B رأس الفرجار ممتاز وأنشئ فتحة مقدارها أكبر من نصف البي سي أكبر من نصف البي سي طيب بعد ما إنشأت فتحة تعتبر أكبر من نصف البي سي أو أطول من نصف البي سي يكون عندي نقطتين أو تقاطع تقاطع رأس الفرجار عنده C وتقاطع رأس الفرجار عنده B بعد ذلك يكون عندك هذه نقطة التقاطع أوصلها بين المستقيم A بين النقطة A وهذه التقاطع لينشع عندي أقصر أمبوب أو يمثل AD هذا المستقيم AD طول أقصر أمبوب يحتاجه المهندس لربط النقطة A بخط التصريف الرئيس الموجود عندنا اللي هو خط التصريف M وبكذا نكون ماذا أنشأنا يعني مستقيم يمر أو أقصر مستقيم يمر بالنقطة A ويكون على خط التصريف الموجود عندي اللي هو M طيب تعالوا نشوف مثال 2 البعد بين النقطة ومستقيم في المستوى الإحداثي في صفحة 128 في الهندسة الإحداثية يمر المستقيم L بالنقطتين سالب 5 و 3 و 4 و 6 السؤال يقول لك أوجد البعد بين المستقيم L والنقطة P اللي هي 2 و 4 طيب حل السؤال هذا يأتي بخطوات خلونا نقسم خطواتنا عندنا أول خطوة نوجد معادلة المستقيم L تعالوا نشوف هذا المستقيم L المعادلة حقتها باستخدام باستخدام ماذا باستخدام النقطتين سالب 5 و 3 و 4 و 6 إذن تعالوا نجيب معادلة المستقيم معادلة المستقيم عندي لابد أول حاجة نأتي بالميل والميل عندي هو إيش سالب 2 Y 2 نقص Y 1 قسمة X 2 نقص X 1 سالب 6 نقص 3 على 4 نقص 5 يصد عندي كم سالب 9 على موجب 9 في النهاية الميل عندي يكم بسالب 1 بعد ذلك نأتي بالمعادلة طيب بين المستقيم L عندي والنقطة 4 أو سالب 3 الوقع عليه لنجد مقطع المحور Y له فيما يتعلق بميل المستقيم L تعالوا نجيب صيغة المستقيم هنا Y يساوي MX زائد B طبعا عندي هنا السالب 6 هي إحدى النقطتين اللي هنا هذه السالب 6 عندي طبعا و يكون عندك الـ X بأربعة و السالب عندك و الميل عندك كم موجود عندك كم سالب 1 وبالتالي بعد ما أعاوض قيمة الـ X و بالـ X عندي هنا و الـ Y سالب 6 يكون عندي قيمة الـ B بعد ما أنقل أو بعد ما أدمع أربعة للطرفين يكون عندك كم الـ B يساوي كم يساوي سالب 2 هنا أوجدنا الـ B طيب خلصتنا الـ B يلا تعال جم لنا إيش جم لنا معادلة المستقيم معادلة المستقيم هي Y يساوي عندك مقطع المقطع و عندك الميل سالب 1 وبالتالي أعوض بمعادلة المستقيم استخدام الميل للمقطع Y يساوي سالب X ناقص 2 أو أقدر أخليها باستخدام أو صيغة الأخرى Y يساوي سالب X زائد بين قوسين سالب أو ناقص 2 وبكذا نكون أوجدنا معادلة المستقيم L بعد ذلك قطوة ثانية نكتب معادلة المستقيم W العامودي على المستقيم L والمار بالنقطة ماذا والمار بالنقطة P علشان أجيب معادلة الميل المستقيم العامودي أنا عندي الميل عندي كم عنها الميل ميل المستقيم هذا كم؟ جبت قبله شوي كم؟ سالب 1 طيب ميل المستقيم العامودي كام رح يكون معكوس مقلوب هذا العدد اللي هو كم؟ اللي هو موجب 1 وعندك النقطة كام 2 و 4 بعد ذلك آتي بقيمة B اللي هو المقطع اللي عندي ثم أعوض فيها بمعادلة المستقيم للعامودي إذن تعالوا أول حاجة نطلع ال B عندك النقطة X و Y وعندك الميل ب 1 تعالوا نعوض بصيغة الميل المقطع يكون عندك 4 يساوي 1 فيها 2 زائد B الآن نأتي بقيمة ال B ال B عندك هنا بقيمة ال B وبالتالي هذه قيمة ال B إذن معادلة المستقيم W هي إيش؟ Y يساوي X زائد 2 إذن عندك المعادلة الأولى Y يساوي X زائد 2 وعندك المعادلة الثانية هي إيش؟ Y يساوي سالب X نقص 2 عندك معادلتين أروح أجب المعادلتين هذولي وأقوم بوضع هاتين المعادلتين أعلى بعض لكي نأتي بقيمة ال X ونأتي بقيمة ال Y نحل النظام كأنني أقول لك حل النظام كما أخذنا سابقا في ثالث متوسط إذن المستقيم L والمستقيم W لاحظ معنا أنا علشان أجي أحل النظام لا بد أن أتخلص من إحدى المتغيرات اللي عندي بشدة طرق بأي طريقة علشان يكون عندك قيمة Y وأعوض مكانها في النهاية بقيمة X تعالوا نشوف الآن لاحظ معنا ال Y زائد Y بكم بثنين Y سالب X زائد X بصفر سالب 2 زائد 2 بصفر إذن ثنين Y يساوي صفر وبالتالي قيمة ال Y كم هنا عندي وبصفر الحين أقدر أجيب قيمة X كيف أجيب قيمة X نقوم بإيجاد قيمة X بالتعويض عن قيمة ال Y بإحدى المعادلتين إما L أو W بعد ذلك أوجد قيمة X إذن نعوض عن صفر بدلا من Y في المعادلة المستقيم W هنا عوضنا عن معادلة المستقيم W إذن صفر يساوي X زائد 2 وبالتالي قيمة ال X كم تساوي هنا قيمة ال X تساوي سالب 2 إذن عندك ال Y وعندك ال X النقطة الموجودة عندي هي كم التقاطع هي سالب 2 وصفر وبالتالي بعد ما أعين النقطتين سالب 5 و 3 هنا سالب 5 و 3 وهنا 4 و 6 وصلت بينهم بقطع خط مستقيم بعد ذلك النقطة L أو المستقيم L يمور بالنقطة P اللي هي 2 و 4 النقطة الأخرى اللي وصلت بينها هي نقطة التقاطع اللي هي هذه اللي هي كم سالب 2 و 0 بعد ذلك يعني بعد ذلك وصلت بين هاتين النقطتين والنقاط الأخرى اللي يصبح عندي معادلة أو يصبح عندي عامودي أو مستقيم النقطة P مستقيم هذا وعامودي على قطع المستقيمة أو على المستقيم ماذا على المستقيم L الآن نأتي بالبعد بين نقطتين البعد بين نقطتين اللي هي P والنقطة التقاطع اللي عندي طيب أنت عندك النقطة P اللي هي هذه ونقطة التقاطع اللي هي Q ممتاز طيب صيقة البعد بين النقطتين أو المسافة بين النقطتين راح تكون دي يساوي الجدرة التربيعي لـ x2-x1 لكل تربيع زائد y2-y1 لكل تربيع وتشوفون هنا الـ x1 وهذه الـ y1 وهنا x2 وهنا y2 ونعوض بينهم في هذه المتغيرات اللي عندي الـ x2-x1-y2-y1 بعد ما أوض عنها راح يكون عندك سالب 2-2 لكل تربيع زائد 0-2 لكل تربيع بعد ذلك نأتي بقيمة السالب 2 لكل تربيع بسالب 4 سالب 4 تربيع بكم بـ 16 وسالب 4 تربيع أيضا بـ 16 16 زائد 16 كم يساوي يساوي جدرة 32 إذن هذا هو إيش؟ هذا هو البعد بين المستقيم L والنقطة ماذا؟ والنقطة ماذا؟ والنقطة ماذا؟ والنقطة P اللي هي 2 و 4 وكده نكون أوجدنا البعد بين نقطتين طبعا لاحظ خطوة أولى إيجاد معادلة المستقيم خطوة ثانية كتابة المعادلة المستقيم الأخرى العمودي اللي هي W بعد ذلك نحضر النظام يعني أهم شيء إن نجيب المعادلتين الأساسيتين اللي هي المعادلة الأولى معادلة المستقيم L ثم نأتي بمعادلة المستقيم W بعد ما نجيب معادلة المستقيمين L و W نحضر النظام ونقوم بإيجاد نقطة التقاطع اللي هي بعد ما ننحل النظام اللي هي Q هنا بعد ذلك نقوم باستعمال صيغة المسافة بين نقطتين لنجد ماذا؟ لنجد الطول بين الطول والمستقيم إذن البعد بين النقطتين والمستقيم هي جذرة 32 وتساوي تقريبا 5.66% وحدة تعالوا نشوف تحقق من فهمك في السؤال الثاني المستقيم L يمر بالنقطتين 1 و 2 و 5 و 4 أنشئ مستقيم عاموديا على المستقيم L من النقطة P اللي هي 1 و 7 ثم أوجد البعد بين النقطة P والمستقيم L ممتاز؟ يعني أقصر أو أقصر نقطة تربطني بين النقطة P والمستقيم L اللي هي المستقيم العامودي أول حاجة هذا هو إيش؟ هذا هو المستوى الإحداثي اللي عندي في الأعلى يمينا أول حاجة دعونا نبين ما هي النقاط 1 و 2 و 4 في المستوى الإحداثي ثم نعين النقطة P اللي هي 1 و 7 وننشئ مستقيم عاموديا ننشئ مستقيم عاموديا ممتاز؟ بعد ذلك رح أجب البعد بينهم إذن هذه أول حاجة النقطة الأولى اللي هي 1 و 2 النقطة الأخرى هي 5 و 4 هذه النقطة كم؟ 5 و 4 إذن الآن نأتي بالنقطة P اللي هي 1 و 7 النقطة P اللي هي 1 و 7 بعد ما نوصل بين هاتين النقطتين بمستقيم ننشئ النقطة P اللي هي 1 و 7 هذه النقطة P 1 و 7 بعد ذلك يقول لك أنشئ مستقيم عاموديا على هذا المستقيم اللي هو L هذا هو المستقيم L ممتاز؟ هذا هو المستقيم L طيب لما أجي أنشئ مستقيم عامودي رح يكون هذا المستقيم الموجود عندي هو المستقيم العامودي على المستقيم L طيب السؤال أوجد البعد بين هذه النقطة P وهذا ونقطة التقاطع حقتهم اللي هنا عندي طيب كيف أنا أجيب البعد بين النقطة P والتقاطع نأتي بها عن طريق إيجاد نقطة التقاطع هذه كيف نجيب التقاطع باستخدام القاعدة السابقة اللي أخذناها نأتي بمعادلتين معادلة المستقيم P ومعادلة المستقيم الآخر العمودي عليه اللي هو المستقيم الآخر بعد ذلك نحل النظام نوجد قيمة X ونوجد قيمة Y علشان يكون في عندي نقطة التقاطع بكذا نكون عندي نقطتين النقطة الأولى هي P والنقطة الأخرى اللي طلعتها من نقطة التقاطع عندي وبالتالي نوجد البعد بين هاتين النقطتين تعالوا الآن نقسم حالياً لن الخطوات خطوة الأولى طبعاً هذه نقطة التقاطع اللي عندي موجودة هذه هي التقاطع أول حاجة نوجد الميل الميل عندي على طول الميل 4 ناقص 2 Y2 ناقص Y1 قسمة X2 ناقص X1 4 ناقص 2 يكون عندك 2 و 5 ناقص 1 هي 4 2 على 4 كم يساوي؟ يساوي نص وجبناها على طول هي كم؟ هي بنص إذن الميل عندي للمستقيم الموجود عندي هو كم؟ الميل يساوي نص طيب جبنا الآن في أول حاجة نبدأ الآن من الخطوات الخطوة الأولى نوجد معادلة المستقيم المار بين النقطتين الموجودتين عندي في السؤال طيب كيف نجيب معادلة المستقيم؟ أول حاجة نأتي بمقطع محور Y اللي هو B إذن Y ساوي MX زائد B وأنت عندك ال Y و عندك ال X الميل و عندك ال X عموض بقيمة ال Y و بقيمة ال X و بقيمة ال M بعد ذلك نأتي بقيمة ال B إذا جبت قيمة ال B خلاص جب معادلة المستقيم المار بين هاتين النقطتين تعالوا نعموض بينهم عندك ال B أو ال Y عندك بأثنين هنا ال Y وهنا ال X إذن 2 يساوي نص في 1 زائد B بعدما أطلع قيمة ال B رح يكون قيمة ال B هي كم؟ قيمة ال B هي 3 على 2 طيب أنت عندك ال B نأتي الآن بمعادلة المستقيم المار بين النقطتين نعوض بقيمة ال B و عندك الميل يكون عندك معادلة المستقيم المار بين النقطتين هو Y يساوي نص X زائد 3 على 2 إذن هذه هي إيش؟ هذه هي معادلة المستقيم الأول طيب تعالوا نجيب معادلة المستقيم العامودي ومعادلة المستقيم العامودي مرتبط ميلها بميل المستقيم الأول اللي عندي هنا حلو ما هو ميل المستقيم الأول ميل المستقيم الأول هو نص إذن معكوس مقلوب هذا العدد رح يكون كامرا رح يكون سالب 2 وبالتالي Y يساوي MX زائد V الميل عندي بسالب 2 جبناه من وين جبناه من الميل اللي عندي هنا هذا هو الميل الأساسي ميل العامودي معكوس مقلوب هذا العدد وبالتالي سالب 2 وعندك النقطة بي هي واحدة سبعة إذن هنا إكس وهنا إيش؟ هنا واي إذن نمعوض بينهم سبعة بالواي والإكس بواحد إذن سبعة يساوي سالب اثنين زائد بي وبالتالي بي كم تساوي عنده هنا؟ بي تساوي تسعة إذن المعادلة للمستقيم العمود هي كم؟ واي يساوي سالب اثنين إكس زائد تسعة سالب اثنين هو الميل ومقطع واي هو كم؟ هو موجب تسعة اللي طلعنا هو إيش هذا؟ هو مقطع واي ممتاز؟ إذن عندك معادلتين القطوة الثالثة شو نسوي؟ لاحظ معنا نقوم بوضع المعادلتين أعلى بعض علشان نجيب قيمة الإكس وقيمة الواي تعالوا نحطها فوق بعض لاحظ معي المعادلة الأولى هذه والمعادلة الثانية عندي هذه ممتاز؟ الآن علشان نتخلص من إحدى المتغيرين أبتخلص من واي الآن عشان نتخلص من واي نقوم بالطرح طرح واي ناقص واي ونطرح هذول مع بعض ونطرح هذول مع بعض ممتاز؟ إذن واي ناقص واي كم يصير؟ واي ناقص واي راح تكون صفر نص ناقص ناقص اثنين يعني لما أجي أطرح نص ناقص ناقص اثنين يعني نص زائد اثنين ونص زاد اثنين هي خمسة على اثنين هي خمسة على اثنين هي اثنين ونص ومتاز؟ طيب ثلاثة على اثنين ناقص تسعة ثلاثة على اثنين ناقص تسعة يساوي Beau ناقص 15 على اثنين طيب تقدر قيمة اكس الآن؟ نعم نقدي على إيجاد قيمة X نضرب نضرب بثنين الطرفين بعد ذلك نقسم أو نوجد قيمة X قيمة X هنا كم تساوي ثلاثة بعد ذلك نوجد قيمة Y قيمة Y نعوض عنها أو نعوض قيمة X بإحدى المعادلتين إما المعادلة الأولى أو المعادلة الثانية ممتاز؟ هذه نعوض معادلة الثانية هنا أسهل سالب ثنين في ثلاثة بسالب ستة سالب ستة زائد تسعة بموجب ثلاثة إذن قيمة Y هي كم؟ هي موجب ثلاثة إذن قيمة Y هنا جبناها من ويش؟ جبناها نعوض عن ثلاثة أو نعوض كل X نعوض عن قيمة X بإيش؟ بثلاثة ممتاز؟ إذن سالب ثنين في ثلاثة زائد تسعة سالب ستة زائد تسعة وبالتالي هنا Y Y سعي ثلاثة إذن قيمة Y هنا كم تساوي؟ تساوي ثلاثة إذن أعجدنا قيمة Y وقيمة X وبالتالي نقطة التقاطع عندي هي كم؟ هي ثلاثة وثلاثة التقاطع عندي هي ثلاثة وثلاثة وتلاحظون عندي منطقياً هذه هي التقاطع عندي تلاحظون في الرسم عندك هذه هي التقاطع الموجودة عندي بلون أسود وتلاحظون أنها فعلاً فعلياً هي الثلاثة والثلاثة تكمن في هذه المساحة المنطقة إذن نوجد الآن المسافة بين النقطة P والنقطة إيش؟ ثلاثة وثلاثة اللي هي إيش؟ اللي هي المسافة الموجودة عندي المطلوبة عندي هنا يقولك أوجد البعد بين النقطة P والمستقيم L هذا هذا هو البعد اللي عندي طيب تعالوا نأتيها أو نأتي بهذه المسافة باستخدام صيغة المسافة بين نقطتين والD distance يساوي الجدرة التربيعي X2-X1 لكل تربيع زائد Y2-Y1 لكل تربيع ونعوض عن قيم X1-Y1 هنا وX2-Y2 هنا يطلع عندي في النهاية distance أو المسافة يساوي 3-1 لكل تربيع زائد 3-7 لكل تربيع بتكون عندي قيمة D يساوي جذر 20 طبعاً إذا لما أجي أخذ قيمة D هنا تقريباً راح تكون 4.47 إذن الطول عندي هنا راح يكون كام 4.47% وبكذا نكون أو أنشأنا مستقيم عامودينا على النقطة P ثم أوجدنا البعد بين النقطة P والمستقيم هنا اللي يسمى عنده هنا المستقيم L وبكذا نكون أنهينا موضوعنا لهذا اليوم إذا اللقاء في الدرس القادم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته